مساء الخير يا سيد أحمد الأول بس قبل من خش في الموضوع خليني أنقل تعازينا كلنا وتعازي صدى البلد لسفير الفلسطيني عبد الرحمن الفرة اللي كان يفترض أنه يكون موجود مع حضرتك دلوقتي على الهواء مباشرة ولكن كما حال كل الشعب الفلسطيني استشهد أحد أفراد عائلته فاضطر طبعا إلى الاعتذار في اللحظة الأخيرة وبالتالي تعازينا القلبية ومواساتنا لسعادة السفير ولكن حاله حال كل الشعب الفلسطيني طيب مجدي مرة أخرى خلص تعازي لسعادة سفير عبد الرحيم الفرة سفير دولة فلسطين في الاتحاد الأوروبي وفي بروكسل وأنا بعتله رسالة تعزية قبل قليل على تليفونه الشخصي وطبعا لا طبعا اعتذار مقبول وخالص التعازي لي وخالص تعازينا للشعب الفلسطيني الشقيق ماذا عن غدا جلب إسرائيل للعدالة محكمة العدل الدولية في لهاي محكمة العدل الدولية في لهاي نعم الحقيقة أني يعني هي بحق أو عن حق هذه القضية ستكون قضية القرن يعني العالم كله حيبقى بكرة باصصة على اللي بيحصل فيه محكمة العدل الدولية سواء من يدعم إسرائيل عن باطل أو من يدعم حق الشعب الفلسطيني القضية مش سهلة شديدة التعقيد في الحقيقة لأن الجزء الأكبر منها وهو جزء التنفيذ لا يتعلق بمحكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية بالنهاية لا تملك الأدوات التي يمكنها من خلالها تنفيذ أي حكم يصدر عنها ولكن الأهم ربما هنا أن الحكم الذي قد يصدر وأتصور كما تصور الجميع أنه سيكون حكما عادلا بحق الشعب الفلسطيني أتصور أن هذا الحكم سيضع العالم لسيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أمام التزامات جديدة وجدية بأن الأمر لم يعد حديث داخل الأرواق السياسية ولكن قد يصدر حكم من المحكمة بضرورة الوقف الفوري لهذه الحملة الإسرائيلية العسكرية الوحشية وهذه الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا لأنها تعلم تمام العلم أن القضية قد تطول داخل أرواق محكمة العدل الدولية في الحقيقة طلبت طلب صريح طلبت إصدار أمر عاجل بإعلان أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الموقعة عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية وبالتالي إصدار أمر عاجل بوقف الحملة العسكرية وحملة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وبالتالي هنا هي وضعت أيضا المحكمة أمام التزامات أخرى يعني المطلوب الآن هو إصدار أمر عاجل ثم البحث في القضية بقى تأخذ القضية سنة 2-3 ده موضوع تاني ولكن كانت القصة أو النقطة الأساسية هو إصدار أمر عاجل خلينا نقول أن هناك قضية ممثلة يعني كانت بالأمس القريب في 2022 حين طلب من محكمة العدل الدولية بإصدار أمر عاجل ضد روسيا يطالبها بوقف الحملة العسكرية على أوكرانيا والحقيقة أن جولة المفاوضات والاستشارية للمحكمة كانت سريعة جدا وفي غضون أسابيع قليلة اتخذت محكمة العدل الدولية قرار يطالب روسيا بوقف حملتها العسكرية وبصورة فورية على أوكرانيا وبالتالي لدينا أمثلة إذن الأمر أصبح محرج حتى لمحكمة العدل الدولية التي نتمنى ونتوقع أن تكون محكمة عادلة كما تعودنا من المحاكم دائما المحاكم عادلة نتوقع أن تكون أيضا هذه المحكمة عادلة وسريعة ومنجزة على الأقل في الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا وهو باعتبار إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية وبضرورة إصدار قرار بوقف هذه الأعمال الوحشية وبصورة فورية وبدون أي قيد أو شرط يعني ودون تحميل أو دون العودة إلى مهاطرات سياسية يعني ما ينفعش في هذه النقطة التي طلبتها جنوب أفريقيا أن إسرائيل تدفع بأن محكمة العادلة ليست مختصة ما ينفعش أيضا أن في هذه النقطة أن محكمة العادلة لا تصدر قرار سريع وأيضا لا يجوز أيضا لإسرائيل بالدفع بعدم الاختصاص أو بتحميل حماس المسئولية المطلوب أمر عاجل بوقف هذه الحملة وبعد كده نخش في تفاصيل القضية وبالمناسبة تفاصيل القضية محكمة يعني الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا شديد الإحكام مجدي اللي هيحصل بكرة اللي هيتمه بكرة أنه المحكمة على مدار يومين خميس وجمع مزبوط الخميس والجمع هتبقى استماع لمذكرة وطلبات جنوب إفريقيا ولن يكون هناك بات مباشر أو إصدار قرار بحسب حتى هذه اللحظة يفترض أيضا أن إسرائيل قررت أن تدافع عن نفسها أمام المحكمة وبالتالي ستمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ثم تعود المحكمة إلى المشاورات الداخلية وبعد ذلك يتم إصدار الحكم ربما مجدي ربما النهاردة نائبة رئيس وزراء بلجيكا النهاردة بتتكلم أيضا على ضرورة محاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم إبادة جمعية ماذا عن هذا التحرك أيضا من جانب بلجيكا وحتى وهناك رئيس وزراء إسبانيا النهاردة بيطالب الغرب باعتراف الاعتراف بدولة فلسطين يعني حنرجع تاني لما تحدثنا عنه منذ بداية هذه الحملة الوحشية الدولة ربما الأوروبية الوحيدة التي لم تتراجع عن موقفها وعن نظراتها لما يحدث في غزة هي أسبانيا أسبانيا ترى أن هناك إبادة جمعية أسبانيا ترى ضرورة وقف هذه الحملة العدوانية على غزة ومحاكمة أيضا إسرائيل ولا تمانع أسبانيا بالمناسبة كل الدولة الأوروبية ستلتزم بقرار المحكمة ولكن أسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى هذه اللحظة التي لم تتراجع ولا حتى خطوة واحدة للوراء عن دعمها لفلسطين والشعب الفلسطيني ووقفت في وجه إسرائيل في هذه الإبادة الجمعية بلجيكا يعني ما بينها يعني يوم في الحقيقة بلجيكا بنحس أن هي يعني حتبقى نصها زي أسبانيا واليوم الثاني بيكون هناك خطوة لوراء ما صدر من بيان أو من تصريحات لم تصدر عن رئيس الوزراء البلجيك أليكزاندر دي كرو ولكن صدرت عن نائب رئيس الوزراء وبالتالي لا يمكن اعتبارها أنها موقف الحكومة بالكامل هي ربما مواقف أحزاب مختلفة داخل نفس الحكومة ولكن في جميع الحالات نائبة رئيس الوزراء قالت صراحة أن أي قرار سيصدر عن محكمة العدل الدولية ستلتزم به بلجيكا وستدافع عنه في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي وبالتالي على الأقل هناك دولة أوروبية لا تريد أن يتم إهضار الحقوق الشرعية للفلسطينيين أو على الأقل لا تريد أيضا بلجيكا أن يكون هناك إهضار لحكم قضائي جزء أتصور أيضا أن رئيس الوزراء أليكزاندر دي كرو سيلتزم وسيعلن عن التزامه بأي قرار سيصدر عن محكمة العدل الدولية لأن بلجيكا على أعتاب انتخابات قريبة ورجل الشارع البلجيكي أصبح مهتم بأمرين لا سالسة لهم بالأمور الاقتصادية بالحالة الاقتصادية لبلجيكا وبما يحدث في الأراضي الفلسطينية وبالتالي المسألة أيضا أصبحت في ضمن المكاسب السياسية داخل الانتخابات وأليكزاندر دي كرو الذي فقد الكثير من شعبيته في الفترة اللي فاتت حيحاول أن يعود هذه الشعبية بالوقوف مع الحق على الأقل حتى لتحقيق مكاسب داخلية ولكن بالنسبة لنا مش مهم هو عايز إيه المهم أنه بالنهاية يقف مع الحق مجل يوسف أشكرك شكرا جزيلا